بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات والتي تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفتح لنا في رمضان أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من صلى وصام وأطعم الطعام وألان الكلام فاللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم تقبل الله منا ومنكم جميعا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن موضوعنا لهذا اليوم سوف نخصصه للحديث عن أهل الأعضار في الصيام فربنا عز وجل كتب علينا جميعا النصوم وفرض ذلك في كتابه العزيز فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ثم ذكر سبحانه وتعالى أهل الأعضار مباشرة بعد أن فرض الصيام على أصحاب القدرة والاستطاعة ربنا سبحانه وتعالى لم ينسى ولم يغفل عن أهل الأعضار الشرعية فقال لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فالذي يصوم خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لكن يبقى هناك أصحاب الأعضار الشرعية لا يستطيعون الصيام وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم العذر وقبل منهم العذر أولا هناك الأطفال الصغار لا يصومون فالطفل الذي لم يبلغ الحلم هذا ما عليه صيام وكذلك الإنسان الذي نام نوما عميقا والمجنون الذي ذهب عنه العقل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ الحلم وعن المجنون حتى يعقل فالإنسان إذا كان مجنون هذا لا صيام عليه فقد العقل لأن العقل هو مناطه التكليف أو طرأ عليه الجنوم إنسان كان بعقله وحد اللحظة طلع للسكاري طلع للتنصي فقد الصواب أغمي عليه وبقي النهار بكامله هذا ما يصوم فرفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى أو المجنون حتى يعقل كذلك من الذين ربنا سبحانه وتعالى يعتبرهم عندهم عضر في الصيام النساء على وجه الخصوص النساء فالمرأة الحائض المرأة إذا حاضت فهي لا تصوم نهارها وهذا الحيض أقله ثلاثة أيام وأكثره خمسة عشر يوما فالمرأة إلى جهل حائض كل هذه المدة تقرمت ناشر يوم في الأغلب أنها تبقى بدون صيام ولا صلاة هذا عضر من الأعضار وطبعا بعض النساء قد تطول مدتهم في الحيض إلى فتخ مستاشر يوم لا تسمى حيضا وإنما تستمى استحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من اللي كانت كتجيها الحيض طوي لبزاف وكتفوق خمسة عشر يوم قال لها إنما ذلك عرق انفجر منك فتوضئي اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصومي فالمرأة الحائض اللي عند الحيض العادية أقل وثلاث أيام وأكتر وخمسة عشر يوما فإنها معفية من الصيام حتى تطهر ثم تقضي فيما بعد كذلك المرأة الحامل المرأة إلا كانت حامل فلها أن تفتر خوفا على الجنينها هي لها أن تصوم ولكن ما بال الجنين وهو صغير غير مكلف كيف نلزمه بالصيام وهو لا يستطيع فلابد أن يأكل من طعام الأم لهذا رحمة بالجنين الشريع الإسلامي الغراء أباحة للمرأة الحامل أن تفتر وكذلك المرأة النفسة المرأة يكون عند النفس تقريبا لمدة أربعين يوما فهي أيضا لا تصوم وإنما تفتر لأن الدم يخرج منها وذلك الدم يستنزف قوتها ورحمة بها فالشريع الإسلامي الغراء أباحة للمرأة النفسة أن تفتر وكذلك المرأة المرضع المرأة إلا كانت تردع وتخاف على ابنها لأن اللبن الذي في تديها إنما هو محصلة عن الطعام والغداء الذي تتناوله فإذا صامت قل اللبن في تديها وبالتالي الإبن يبقى بلا طعام فرحمة بالرضيع فإن المرضعة لها أن تفتر في رمضان وفيما بعد إن شاء الله تعالى تقضي كذلك من الذين هم من أصحاب الأعضار الشرعية في الصيام هو الإنسان المريض الذي عنده مرض شديد ويشق معه الصوم ويدره إنصام هذا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أباح له الإفطار ولا بد أن نميز بين المرض الشديد والمرض الخفيف مثلا هناك من أصبه أدا في الدرس وجع دل السنة هل نعتبر هذا مرض يفتر؟ لا هذا مرض عادي هذا دل الدرس أو دل السن عادي إذا أصبه وجع في الأسبوع ضرب سبعه بشي مترقى هذا ليس بمرض أو كيشعر بألم خفيف هذا ألم خفيف وإنما المقصود بالمرض الذي فيه مشقة زائدة إذا صام فيه المريض فإنه تتضاعف حالته إلى السوء بحل المرضى للسكري ومرضى ضغط الدم ومرضى القلب والشرهين وغيره من هؤلاء المرضى لأنهم حالة صعيبة فهؤلاء يفترون ومنهم من عليه القضاء من اللي صح يقضي أو عليه أنه يطعم المساكين إذا كان مرضه لقدر الله مزمن كذلك أيها الأحب الكرام من الذين جعلهم الله تعالى عندهم العذر الشرعي في الصيام وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان إنسان مسيم تجاوز السبعين سنة ثمانين سنة رغم أنه ليس بمريض ولكن عنده ما يسمى بمرض الشيخوخة كبار السيم كيوقع له واحد نوع من الخرف في رأسه ولا يستطيع أن يعقل ولا يستطيع أن يتصرف تصرف سليم مرة مرة كيغيب الحضورة دياله مرة مرة كيضع فهدى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللدان لا يستطيعان أن يصوم فإن الشريع الإسلامي الغراء أبحت لهم الإفطار لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين يقول ابن عباس معنى على الذين يطيقونه بمشقة في قراءة سابقة على الذين يطيقونه فلا يطيقونه يعني أنه يصوم يقدر يصوم ولكن غيتعذب غيتألم شيخ كبير ومرأة كبيرة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بأن عليهم الفدية وإطعام مسكين مكان كل يوم وكذلك من الذين جعلهم الله تعالى عندهم عذر للصيام وهم المسافرين ربنا عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الصفر هناك حد للصفر هناك من قال بأن الحد هو كما ورد في بعض كتب السمنة هو أكثر من 83 كيلو متر هذا اجتهاد المقصود بالصفر أنك تشعر بالغربة أنك تسافر بعيد عن العائلة وعن الأحباب وتبقى بعيد عنهم فهذا وتشعر بمشقة في السفر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الخيار لما سافر الصحابة سألوه أنا صوم في السفر فقال إن شئتم فصوموا وإن شئتم فأفطروا فقال فكان منا الصائم وكان منا المفطر فالناس حسب قدرتهم إذا صام الإنسان كان أفضل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولكن إذا كان هناك سفر فيه مشقة وفيه متاعب له أن يفتر وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وطبعا عليه القضاء فيما بعد يؤدي ما عليه من أيام الإفطار هذا باختصار شديد أيها الأحبة الكرام هم أصحاب الأعضار الشرعية المذكورين في الكتاب والسنة في الشريعة الإسلامية هناك الصبي الذي لم يبلغ الحلم وهناك المجنون الذي رفع عنه القلم وهناك المرأة الحائض والمرأة النفساء والمرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ الكبير والمرأة المسنة والمريض الذي عنده مرض شديد والمسافر الذي يسافر مسافة القصر بمشقة وغير ذلك من أهل الأعضار فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صيام رمضان وقيام ليليه نعود أيها الأحبة الكرام لنواصل حلقة هذا اليوم الذي نخصصها لأصحاب الأعضار الشرعية الذين أباح لهم الله جل جلاله الإفطار في رمضان وهم كما ذكرنا المجنون الذي وطرأ عليه الجنون والصبي الذي لم يبلغ الحلم والمرأة الحائض والمرأة الحامل والمرأة النفساء والمرأة المرضع وكذلك الشيخ الكبير والمرأة المسمنة والمريد مرضا شديدا لا يطيقه وكذلك المسافر مسافة القصر بمشقة زائدة كل هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى اعتبرهم من أصحاب الأعذار الشرعية الذين أباح لهم الإفطار في رمضان على أن يقضوا والقضاء يكون إما فدية بإطعام مسكين عن كل يوم وإما بقضاء بأن يقضي ذلك اليوم حينما يشعر بالوضع عادي جدا وسوف نتحدث فيما بعد إن شاء الله عن قضايا الفدية والكفارة وغير ذلك يا ألف مرحبا السؤال الأول هو أني أنا أنا كنت مريد في 2010 كنت لدي شي ممكت نعس في مستشفى ودكتش عشرة شي خمسة دي العمليات الله أكبر والشهر كامل والشهر كامل كليتو إيه والسؤال من 2010 تسل دابرة ما تصنص لها ذلك شو ما عرفتش كيفاش نخرج ذلك شي كنقول تلد العم الصوم تلد العم الصوم ومشات بي الأيام بتوصلك هده شعر عشرة سنين دابرة شعر عشرة سنين دابرة ما شاء الله ودابرة المعرفتش من دي سلي جامل كيبكتش في صحيحا ديك دبا حاليا والسؤال الصحا دي أولا الدعيفة الصحا دي دبانا دبانا كي جاءت شادرة من ديك بقى نخممها قدما كي جاءت شادرة من ديك نصومها يعني كان قسمة خباشي عشرة كيلو وقتر كتولي حاليا أش كيدرك أخو يا جامل ودرت أحد الأمالي وقع لي خطأ طبي ومشي تنعز في شهر تسبيطان والتي ممسحتي أي حاجة بكلي تكدرني أي حاجة الله يشابك أخويا الله يشابك سلي جمال الله يشابك حفظك الله ورعاك شكرا لك أخويا جمال جمال ربي سبحانه وتعالى أباحة للمريض كما سنف الذكر الإفطار طبعا المرض كما قلنا اللي في مشقة زائدة المرض اللي هو بسيط كلنا مرض في سخانة فيه واحد العياء شديد فيه الشقيقة فيه الدرسة هذا ما يسمى مرض لكن المرض اللي يوصل لعمالين جراحية هذا حقيقة مرض صادق والحكم فيه يبين ربنا سبحانه وتعالى أباحة لك أن أنك تتصح وتأخذ الصحلع في يديك وتقضي الأيام لعليك فعدة من أيام أخر هكذا قال ربنا عز وجل فعدة من أيام أخر شهر دي الرمضان وأما من 11 شهر في السنة كلها النهار اللي بغينا نصومه عادة الناس كيختاروا الاثنين والخميس أو الأيام البيض ثم كيصوموها وكي ينتهي الأمر هذا اللي غيسترجع الصحة ديالو أما بالنسبة اللي صحته ما غيسترجعاش المرض يبدو أنه مزمن لا قدر الله فهدك يعطي الفيديا إطعام مسكين عن كل يوم تسديها ملد مد كل دوستها تقربة 9 سنين من 2010 إلى هذه السنة هذه سعودية الرمضانات ما كتصومش لا داعي بأن تشعر بتأني بالضمير هذه رخصة أعطاها الله تعالى لعباده المؤمنين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فهذه نخصاتها لن الله تعالى الآن غتحسب هذه التسع رمضانات اللي عندك وغتحاول ما أمكن أنك تصومها إلا شعرت بأنك صحيح تصم على أيام السنة إلا شعرت بأنك قادر إلا شعرت بأنك عاجز عن الصيام هنا الفيديا الفيديا كل شهر غدي تخرج تخرج فيه الإطعام دي الشهر الطريقة اللي يستعمل المغربة سهلة جدا وهي أنك دون الإطعام لأنك الفيديا بالمال ولكن سنقتنا الإطعام باش نخرج من باب واسع الطريقة دي الإطعام سهلة المغربة في التقاليد والعادة الدينية دي لهم وللفؤ النوط يخرج القصعد يطعام قد خالي أما بعض المساجد شو وحد يوضع قصعد بالمعدل خسك تلاتات الكساعي دي الطعام في شهر يعني كل جمعة أتخلص كساعة كل تلاتات الكساعي راه شهر بمعدل أن قصعد دي الكسكسو كتساوي عشر يام وهكذا ستكون ساليتي العملية كلها تدريجيا سيغرب شوية غرب المهل هنا طريقة تانية يستعملها بعض المغربة وهي جميلة ما يسمى بقفة رمضان قفة رمضان تبدأ تقريبا من حول 400 درهم تقريبا 8000 ريال كان شاعد ملهري كان قول لي الله يجيزك بخير هذه 8000 ريال ستجمع لي المواد الغدائية الضرورية من زيتين وضقيقين وسكر وشاي وقهوة وشعرية وروز اللي يقسم الله تعالى نجمعه كله ابتداء من 400 درهم تقريبا ونعطيها الواحد الأسرة هذه تسوي شهر بكاملة شهر بكاملة دب انت عندك تسعود رمضانات خاصك تسعود الكفاف بشوية يعلي كل مرة ربي قل لك فاعدة من أيام أخر ربنا أطلقها ولم يحددها بزمن معين حسب ما تيستر لك إلك تم يستر دير هادفعة واحدة إن بعض النهات الميسترين يدير شاك وكي يطلب منش حد يتكلف لبيها دي المهمة كي يشري العشرة دي القفاف وكي عاود يزيعها العشرة لعائلاتها وانتهى إلا قدر الله كالإنسان فقير ما عنده فلوس فقير هو خص ليعطيه هذا لا فدية عليه لا من صيام ولا من إطعام وإنما فديته الاكتار من الاستغفار وذكر الله تعالى وربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله يشفيك ويعافيك أخي جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنكم السلام عليكم طيب مرحبا للاحيات أنا يبارك فيك عندي واحدة سأله جزيك بخير أهلا وسهلا دبا أنا يعني كتجيني العادة يعني حتى العشرة يام عادتا نصلي بها ولا تنصم يعني في اللول كتجيني غير ربعية من نهار خمسيام ما كتكون حتى حاجة نعم من خمسيام حتى العشرة يام تكون داك البنية هدك ما عاربش واش نصلي به ونصم به ولا لا نعم نعم هذا هو السؤال لهم دي وخب انتحيات شكرا لك طبعا كما ذكرنا بأن من أصحاب الأعذار الشرعية المرأة الحائب وهذا شيء قد كتبه الله على بناة آدم المرأة يعطيها الله تعالى هذا الحيضة خصى لابد أنها تفتر ويرفع عن الصيام والصلاة العادة حتى تسمى عادة شهرية هي كتكون من ثلثة أيام حتى هذا الفقه وحد مرسه إلى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المفتي الكبير سألته مرأة عن هذا السؤال فقال يسأل عن ذلك النساء يعني أن النساء من يعرفين الأحكام حقيقة هذا الدم عند ألوان مرة تكون بنية مرة صفراء مرة حمراء قاتمة متى تكون الحيضة الحقيقية هي لما تكون حمراء قاتمة وبنية في هذه الحالة نعتبر بأن نرى كندم الحيض هذا الرجل الرجل عنده الماء عنده الودي وعنده مجوعة التسمية لدى إلي ذكرها تكون مقدمات كذلك الحيض توا عنده مقدمات فالدم إذا كان أحمر قاتم وإذا كان بنيا هذه هي الدورة الشهرية أقلها ثلاثة أيام وأكثرها خمسة عشر يوما دبا بنتي حيات أنت كتجيك عشر أيام رهي الحيضة هي هذيك هذا هو المجال ديالها من من ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوم بما أننا اتناشر يوم في الحدود ديالها إلفت هذا المقدار كما ذكرنا كتسمى استحاضة كانت أمنا سلمة رضي الله عنها أم سلمة كانت كتجي هذه الحيضة هذه وكتطول عليها وكتشعور بالحرج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما ذلك عرق انفجر منك فتوضئي لكل صلاة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصومي المرأة لجتك ترمن خمسة عشر يوم كتحول ما أمكن أنها تقوم بعملية الاغتسال ودير خرقة بيضاء وتجدد الوضوء عند كل صلاة ستصلي وخاصة كذلك تصوم ومليت فوت المدة دينا تعود ترجع هذا هو الحدي لخمسة عشر يوم ذكرنا بأن بعض النساء عندهم واحد العادة كيستعملو كيمشي يخضو واحد وحد ماشي حبسو الهرمونات على الدم هذا كيقولك دي كونسي هذا غير لا ينصح به المرأة كتنمشي عند الصيدلية كتقول لي في رمضان بغيت نصوم زيان وبغيت نقوم الليل ونقرأ القرآن الحيضة غدي تخسر لي البرنامج واش ممكن استعمل هاد الفانيد الليك يحبس الهرمون دي الحيضة هنا العلماء قالك لا هادك الحيضة رهي صحية إلا بقت في الجسم غدي تضر الجسم غدي تضر درر دليغ خليها تخرج لأنها آذى ويسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتذر النساء في المحيض فالمحيض هو آذى خليه يخرج منك إلا حبسته عن تركنك الفانيد بالهرمونة ديال وغريد الرك الفقهاء قالك يجوز في حالة وحيدة في أيام الحج إلا كان موسم الحج وصدف أن المرأة بقى مازال صغيرة وعند الحيضة وصدف أن عند الوقف دي العرفة أو عند الطوف دي الإفاضة وغيرت ربع لها الطائرة والمجموعة تبشي عليها والوقت ضيق هنا قالك أباح لها أن تستعمل هذه المادة باش تحمس الحيضة بنتي حياة الله يصلحك ويحفظك ويبرك فيك شكرا